ان شاء الله تاني القائمة الدولية جماعة للحكام وانتوا ابتبعوا هذا الاستقبال الحافل لبعث الناد الآلي في قطر أمين عمر ومحمد معروف ومحمود ناجي ومحمود البنة ومحمود بستوني وحمد القلاوي وحمد الغندور شهند المغربي ونورة سمير أما المساعدين فمحمودة بالرجال أحمد حسام طه يوسف البساطي أحمد توفيق طلب سمير جمال سامي هلهل محمد مجدي سليمان المحكمات يرى عاطف جمالات أحمد ميا حسن وأمال حسن حسين أم الفار فمحمود عشور وطارق مجدي وعمر الشناوي حسام عزب وائل فرحان محمودة بالرجال وعبد العزيز السيد حكام الصلاة أحمد حمدي أحمد جمال مبروك نبيل طارق عبد السلام كرة الشاطئية إبراهيم محجوب خالد السيد هاني خيري ومحمد عزيز خلينا شوية فارس في كأس العالم والمشهد الجميل أنا بحبش الفلاش باك أوي لكنه لازم 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 أرجع شوية للأرعة وجمالها وقيمة النادي الأهلي ثم احتفاء صفحة الفيفا وكأس العالم الأندية بالنادي الأهلي بالصورة الجميلة اللي اتحطت مبرحة لميسي والسوارز وبوسكيتس وبكام ونجوم النادي الأهلي الحقيقة وهذه الحفاوة والحقيقة أنا عايزة أشكر المسؤولين على قناة الكأس القطرية لأنه وأنا داخل الهوى كنت بقرأ تقرير يا أسامة يا رب تقولوا لي الأفاضل اللي كانوا موجودين عشان ما أقولش اسمه أنسى أسماء وكمل إشهادة بالنادي الأهلي طبعا لا أنسى خالد بيومي دائما وأبدا من الحياة بهذه الشخصية المصرية الرائعة الجميلة يعني لكن كم الإشهادة والاحتفاء والاحترام أنا ممكن أنا نادرا مش نادرا أنا عمري ما بطلع موبايلي على الهوى لكنه يعني النادي الأهلي هو أفضل نادي إفريقي وعربي وأهم نادي في المنطقة كلها الأهلي لابد أن يعامل مثل كبار العالم وجود الأهلي في قطر لا يقل أهمية عن وجود ريال مدريد هذا هو النادي الأهلي المصري فخر العرب نحن في قطر سعداء بوجود الأهلي وجود عيد كروي كرة القدم نفسها سعيدة بالأهلي دحي في القناة ودي احتفاء صفحة كأس العالم للأندية وستوديو قناة الكأس القطرية من المتوقع أن يشاهد المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية هي المباراة الوحيدة في ذلك اليوم ما بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي ما بين واحد ونص إلى اتنين مليار شخص حول العالم هكذا يتم الاحتفاء والتقدير للنادي الأهلي أعزائي ضيوفي الأعزائي ده المعتاد اللي بنشوفه كابتن شوبير دايما من الأشقاء سواء في الإمارات أو الأشقاء في قطر أو حتى في السعودية وفي كل الدول العربية النادي الأهلي بنشوفه دايما بياخد حقه وبنشوف النادي الأهلي بيمنح ما يستحق من حفاوة وبيمنح ما يستحق لرصد للتاريخ وأنا عايز أبدأ من الصورة اللي كانت معنا على الشاشة اللي فيها ميسي لأن الصورة دي طبعا مرتبطة بحدث لازم نتكلم فيها بما أن حضراتك روحت الكاس العامل لأنديه وقرأت كاس العامل لأنديه أنا بشوف يا كابتن شوبير إن إحنا كمان خمسين سنة هنقعد نحكي عن اللحظات والوقت اللي كان فيه النادي الأهلي دا اللي هيحصل إحنا بتحكي لنا عمر بيلطفي وووو من سنوات طويلة ودلوقت إحنا بنعيش هذا الحدث كمان خمسين سنة هنجي نوسط للناس اللي ما شفتش والأجيال اللي ما شفتش هنقول لهم يا جماعة النادي الأهلي عاش تلك الأحداث النادي الأهلي في وقت من الأوقات شاف تلك اللحظات النادي الأهلي جمهوره حس الإحساس دا بجد مش إحساس افتراضي وعشان كده السؤال مش إحساس افتراضي دا فيه افتراضي وفيه وهمي وفيه تخيلي استناه طب وإيه الفرق بين الافتراضي والوهمي والتخيلي والله الافتراض دي شيء يعني ممكن يحصل. الوهم يعني أنا بيهيأ لي. التخيولي بقى ده اللي ننسى لو حصل. طيب مجد. فأنا عايز أقول لحضرتك الأهلي بيعيش واقع. الواقع ده في إيه؟ وأنا حاخد من قناة الكأس وقناة أبو ظبي واربط بالأحداث. هل أخذ النادي الأهلي حقه إعلامياً مقارنة بالحدث اللي إحنا فيه؟ أنا بقول إطلاق. إطلاقاً. إطلاقاً. الإعلام المصري لم يحتفي بالنادي الأهلي قدر حقه. لأن عندي تفسير لده. لما أنا جا شوف يا كابتن شبير. إمبارح صفحة كاس العالم للأندية. بتنزل صورة فيها بكامسة عربية. فيها ميسي. فيها بوسكتز. فيهم سوارز. مستنين مين؟ يا جماعة نحن بنتكلم عن أحد أعظم اللاعبين في العالم. ومع مجموعة من أهم اللاعبين في تاريخ الكرة. مستنين مين يا كابتن شبير؟ مستنين نجوم الأهلي. نعم. مستنين نجوم الأهلي. وسام أبو علي والشنوي وإمام عشور. نعم. طب اللحظة دي توصق إزاي؟ اللحظة دي توصق بفخر تاريخي للرياضة المصرية. نعم. هقول ليه؟ قول لي دي صفحة مين تاني؟ دي صفحة كاس العالم للأندية. صفحة الفيفا الرسمية. نعم سأنا بنسى بسرعة بسرعة. ومش فوتوشوب. نعم. ومش فابريكا. ومش الناس اللي بتعيش على الفوتوشوب. نعم. ليه؟ لأن اللحظة دي يا جماعة مفترض. مقارنة بإنجازات الأندية المصرية هي إنجاز. نعم. ما لم نتحدث عن النادي الأهلي هي حلم. نعم. يعني مع النادي الأهلي هي إنجاز. ما لم نتحدث عن النادي الأهلي هي حلم. ليه؟ لأن أي فريق مصري لو حب يعيش الصورة دي. فأي حدث حيدفع ميزانيته كاملة. عشان يجيب النجوم دول ويجيب انتر ميامي. ويلعبهم مباراة ودية ويتحايل على اللعبة دي. والنبي يمس إنزل يلعب عشر دقائق. نعم. عشان بس نفرح إنزل يلعب عشر دقائق. وفي النهاية حيصنف كاماتش ودي. إنما أنت بتعمل ده في احتفالية رسمية. وفي مباراة رسمية ومعاها يا كابتن شوبير. شوفوا اللي بيعيشوا النادي الأهلي على كل المستويات. وفي نفس اللحظة بتكسب جايزة كتصنيف أفضل نادي في الشرق الأوسط. وبتكسب معاها كمان إن انت بتخرج صفحة الفيفا الرسمية. بتتكلم عن كاس التحدي. اللي حتى حاول يفوق من الصدمة. حيلاقي لأ في صدمة جديدة. ده فيه كاس تحدي هو بجد. ده فيه كاس تحدي نزل على الصفحة الرسمية بجد. حتنا يا جماعة الصورة بتاعت كاس التحدي اللي بجد. بتخيل حضرتك بتعيش كل ده. وفي انتظارك إيه يا كابتن شوبير. في انتظارك مباراة. في حالة الفوز على أبو تفوجو أو باتشوكا آيان كان اللي حيوصل منهم. تلعب مع ريها المدريب. انت أصدق الكاس ده يا فارس؟ ده بجد ده. لا أنا معرفة. عشان الناس لما يجي حد يسلمه ما يقولش حد جامل فيفا ومحدش جامل فيفا. احنا جايبين الكاسة هو. وكأن الفيفا هي اللي بترد. كأس التحدي. كأس كمان قري. فتخيلة كابتن شوبير كل ده بتعيشه. هل اللي أنا بقوله ده. نال ما يستحق من التغتال الإعلامية أنا بقول صفر. لم ينجع أحد باستثناء قوات الأهلي. وبعض اللحظات كده في القنوات الغرفة أوية. وما دون ذلك عندي تفسير واحدة كابتن شوبير. إنه ربما الناس بتعتقد إن ده حلم مش حقيقة. فمش بسدقين النواب جد. فمش بيدو حقه. إنما أنا بقولهما يا جماعة فوقه ده واقع النادي الأهلي ومش حلم.